يمكن في الفترة الأخيرة حضراتكم هتحسوا أنه في عدد من وسائل الإعلام اللي بتعتمد أو بتتكئ على الشكل التقليدي وحيلت للتقاعد مش بس دولياً ولكن محلياً عندنا يعني السنة اللي فاتت مثلاً تم إيقاف النسخ الورقية للصحف المسائية الصحف القومية ده طبعاً بعد ما سبقها إغلاق للنسخ الورقية من بعض كبريات الصحف العالمية مؤخراً كلنا أكيد سمعنا بإغلاق النسخة العربي من إذاعة بي بي سي هيئة الإذاعة البريطانية ده طبعاً غير قرار إغلاق البس الإذاعي لبي بي سي بتسع لغات أخرى زي الفارسية والصينية والبنغالية وغيرها إلى جانب اللغة العربية طبعاً التحول الواضح في إحالة كل هذه المصادر والروافد الإعلامية إلى التقاعد ده كله بيخليك تحس أنه الإعلام الجديد أنه المواقع الإخبارية الديجيتال المواقع الرقمية بتكتسب مساحات نجاح جديدة كل يوم لكن في نفس الوقت بتتردد أمامك مجموعة من الأسئلة حوالين المحتوى اللي بيقدموا الإعلام الجديد أو المواقع الإلكترونية وكمان روافد السوشال ميديا ده اللي طرح مجموعة من التخوفات عند الكثير والكثير من المهتمين بالعمل الإعلامي منهم صديقنا الدكتور ياسر عبدالعزيز اللي كتب مقال مبارح فيه المصر اليوم بعنوان كوارث المواقع الإخبارية واللي تكلم فيه عن منظومة أخلاقيات الإعلام ومكانها في الإعلام الجديد وهل يمكن أن ناخد أي خبر من الأخبار اللي بتقدمها هذه الوسائط دون حذر دون تفكير دون تمحيص المتأمل والمدقق ليوم واحد بيمر علينا هيشوف التفاعل والصدى اللي بتعمله وسائط الإعلام الجديد في حياتنا هيحس فعلا بكوارث حقيقية ومبالغات وتغيير في المفاهيم وفي الأخلاقيات أيضا يعني مش بس أنت مفترض تسأل عن مدى التزام هذه المواقع والوسائط بأخلاقيات المهنة لكن السؤال الأوسع هذه الوسائط غيرت إيه في أخلاقياتنا إحنا طبعا ده غير أو نهيك أنه فيه أجيال كتير تربط على التلقي والتلقي السلبي اللي مفهوش لا نقد ولا تدقيق ولا تأصيل فكرة مثلا أنه الحوادث والجرائم اللي بتخليك تحسوا كأنها بقت سلوك كأنها بقت ظاهرة واضحة وأمر أصبح منتشر انتشار كبير جدا في المجتمع وده طبعا بسبب هذه المواقع بتحتفي بتحتفل بتفصص كل جريمة بما يفيد وما لا يفيد ده بيخليك تشعر أنه الجرائم يعني أصبحت ظاهرة بشعة وظاهرة يومية طبعا ده غير كمل الشير والتفاعل والتعليقات وغيرها ده كله عكس بعض التقارير الرسمية وغير الرسمية اللي بتقول واللي بتؤكد أنه فيه انخفاض ملحوظ في مسألة الجريمة عن مثلا 2014 تحديدا عن 2014 هقول يعني بعض الأمثلة كده مثلا من عدة أيام طلع الفنان الأستاذ فكري صادق وهو يعني يتحدث وبيقول رأيه في الفنان الراحل الفنان الكبير سعيد صالح أستاذ فكري بيقول أنه الفنان سعيد صالح ممثل عادي وفيه زيه كتير طبعا بعيد عن تقييمنا لهذا الرأي واللي أنا شخصيا بعتبر أنه الأستاذ الراحل الفنان سعيد صالح فنان استثنائي ومبدع كبير لكن أنت لما تبص على اللي قاله الأستاذ فكري في الأول وفي الآخر ده رأيه ومجرد رأيه ومحدش قال للناس يعني يصدقوه ويعني يخدوه زي ما هو كده لكن اللي حصل أنه الرجل نفسه يعني الأستاذ فكري صادق اتعمل عليه ما يشبه خلينا نسميها بالمحكمة السوشيالية اللي سبته ولعنته وحسبته واعتبرته يعني زي ما بيقوله دلوقتي مجرم حرب على رأي أحد النقاد المحترمين اللي كتب وقال اقتلوا الرجل الغالبان ده يقصد طبعا فكري صادق الكلام ده كله ده مثال الكلام ده كله بيحصل على السوشيال ميديا رغم وجود عشرات الأحداث المهمة والملهمة اللي ما بتاخدش حقها من الاهتمام أنا يعني من كم يوم كنت في زيارة لمكتبة الإسكندرية هذا الصرح الثقافي العظيم وهي تحتفل وتستعد بالاحتفال بمرور عشرين سنة على حياءها من جديد حاجة كده تتحسسك بالفخر صحيفة الجارديان سكاي نيوز عشرات المواقع الأجنبية تحتفي بخبر الاكتشاف الأثري اللي ظهر فيه أو اللي اكتشفوه فيه هرم سقارة أو منطقة سقارة اللي قالت عنه أنه اللي اكتشاف الحلم لمقبرة لأحد المسؤولين أو المسؤول الأول عن الخزانة في عهد الملك رمسيس الثاني والكشف ده تم بوسطة فريق بحسي مصري زائد مجموعة من العلماء من جامعة هارفورد الأمريكية لكن اللي بيترأس الفريق أو بتترأس الفريق الدكتورة علا العجيزي الأستاذة الفخرية بكلية الأثار بجامعة القاهرة دي حاجة برضو يعني ما أخدتش حقها زي المحكمة اللي تم نصبها للفنان في كريصاد في نفس الوقت محافظة البحر الأحمر بتتجهز وتعد العدة لعمل عرض مصرحي لأوبرا عيدة في ذكرى مرور 150 سنة على تأليفها والأوبرا طبعا بيرتبط يعني ذكرها بفتاح قناة السويس سنة 1869 وتأسيس دار الأوبرا القديمة دي حاجة برضو ده طبعا غير حاجات تانية زي مرور 100 سنة على اكتشاف مقبرة توت عن خامون 200 سنة على فك رموز حجر رشيد واكتشاف علم المصريات يعني خلاصة القول يعني زي ما بيقولوا مصر كبيرة بأحداثها وتاريخها وزخمها الثقافي اللي يخليك تسأل طيب هي مواقع التواصل الاجتماعي بتنتقي أخبارها بناء على إيه بتنتقيها وفق أي طريقة بأي طريقة وبتختار على أساس إيه وقبل ده وده المعيار الأخلاقي المعيار الأخلاقي كله ماذا حدث له حصل له إيه سواء من هذه المواقع أو اللي بيحركها أو فينا إحنا بشكل عام ترجمة نانسي قنقر